الحلم حلم واقعي وشارك مع الأهلي في ظرف كتير من المباريات الكبيرة دي حتى وإن كانت مباريات فيها بطولات صديقك وأخوك عماد متعد عماد عاش اللحظة فرأيه مهم مباريات ما بتكررش كتير يعني ممكن تلعبها مرة واحدة في حياتك كلها ده صحيح اتبسط أجواء جميلة بتلعب أحسن لعبة في العالم بتلعب فرقة أبطال أوروبا فرقة ما فيهاش غلطة ما خلينا وقعين ما فيهاش غلطة من الحارس المرمى للمهاجم ما فيش غلطة الحاجة الوحيدة إنك تتبسط وفي نفس الوقت احنا كنا بنقولها جملة لنفسنا كاية وإحنا بنلعب لما بلاها فرقة كبيرة هم 11 لعيب وإحنا 11 لعيب نعم أخرج من الملعب كامل 11 لعيب زي ما أنت وبقى راجل داخل الملعب فنيا بقى وممكن يكون هو مش في يومه انت موفق تقدر تخطف هدف فيه حاجات داخل الملعب تقدر تعمله نعم فيه فرقات فنية آه فيه فرقات فردية آه ده كله موجود زي ما قال المسلماني الضغط عليه مش عن نادل لأن نادل أهلي معلوش أي ضغط خلص يعني البايرون نهاردة لو خسر من نادل أهلي هنا بالنسبة له حاجة كبيرة لكن نادل أهلي لو خسر من بايرون مقبولة 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 هي الفكرة كلها إنك إزاي تلعب إزاي تبقى ليك شخصية داخل الملعب نادل أهلي يحترم البايرون لكن في نفس الوقت ما يتزنقش في الـ 18 ومعرفش يخرج هي الفكرة يبقى فيه توازن اللعيبة ما تخافش يمسكوا كرة ولعبوا لأن البارن بلعب كرة لعب كرة زي أجزيه هي الفكرة بقى الغلطات الصغرى مش مصبوحة مش مقبولة صحيح مع الفرق الكبير بالضبط كابتن ميت عباية ده ملك الواقعية وأنا متطفق معاه في كل مقالة يعني آه يقولك فرقة ما فاش غلطة يعني تقريبا ما فاش غلطة والناس اللي قالت خط تدفعهم ضعيف ده المسألة النسبية يعني زي ما تكون بتشوف واحد بطل كمال أجسام وتقول لا رجليه مش زي دي لكن اللي اتنين جمدين فأنا متطفق مع اللي قالوا متعب تمام الشخصية دي برضو مهمة يعني حتة نفسية حتى الناردة الشخصية المهم بتبقى بشخصية